بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبل قاسم محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين لا زالت أحجية علامات الظهور تمثل لغزا لم يحل بعد عند الكثيرين خاصة أولئكم الذين اعتادوا أن يتعاملوا مع الروايات بالطريقة البسيطة بالطريقة الظاهرية التي تعتمد على ترجمة وتعريف الكلمات والألفاظ دون التوغل إلى عمق ما أشار إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية أو في غيرها مما يعطينا تصوراً أولياً بأن المعضلة يبدو لا تتعلق بطريقة دراسة هذه الألفاظ وطبيعة فهم المراد بقدر ما ترتبط بعدم فهم الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه أو فهم المعصوم نحن الآن كثيرين من يجون يقرون الروايات روايات العلامات أو غيرها مع أنه يقول بأن الرواية وردت عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق ويقول عليهم السلام وما إلى ذلك لكن حينما يفسر أو يتجه لتفسير الرواية يغفل عن أن المتحدث هو المعصوم والمعصوم في كل حرف من حروف حديثه صاحب غاية وصاحب هدف وإن لم نتمكن من وضع الهدف أمامنا لا يمكن أن نفهم مغازي كلام خصوصاً الكلمات التي بطبيعتها أنشئت من أجل أعماق كبيرة لأنها لم تنشأ لزمانها وإنما أنشئت لمئات السنين من بعد إطلاق هذا النص بمعنى أن نصوص الغيبة نصوص الظهور الشريف كلها كانت مشفرة كلها كانت ملغزة ومن يتصور أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذه الكمية الكبيرة من الروايات أراد أن يثبت أنهم يعلمون الغيب أراد أن يثبت بأن الإمام يقرأ المستقبل هذه القضية يمكن أن تؤمن من خلال روايتين ثلاثة روايات عشر روايات أما حشد كبير من الروايات ويبقى الإمام يقدم الدليل تلو الآخر لعصر لا يعرف هذا الدليل ولن يطلع على هذا الدليل وإنما ستأتي الأعصر والأزمنة بعد قرون متمادية لكي تقول بأنه قد يكون مراد الإمام الحدث الذي حصل أو لم يحصل وحينما يحصل تبتدئ كلمات من الذي يقول كيف يمكن لنا أن نصدق كيف كيف عشرات الأسئلة وهي طبيعية ليست مستغربة لكن الغراض فهم المعصوم بهذه الطريقة البسيطة أنا أعتقد أن هذا هو الذي يولد واحدة من المشكلات التي بسببها لا زال الكثير من النخب وكثير من المهتمين بقضية الإمام حينما يقابل هذه الروايات يبتدأ بتفسيرها بعيدا جدا عن أن هذا الإمام أوكلت إليه مهمة كبرى وعظمى وهذه المهمة ليست من السهل اليسير وإنما دونها الكثير والكبير من المشقات والمتاعب والأحداث المهولة حتى يستطيع أن يخرج عالما أراد الاستكبار أن يدخله في قمة الظلم وأراده هو أن يخرجه من كل هذا الظلم إلى كل العقل هذه المعادلة إن لم ترصد سلفا وإن لم ترقب سلفا إذن كل هذه الروايات لن تدرك والسؤال هنا ما علاقة هذا بذاك ما علاقة أن يكون الإمام هو الذي سيخرج بعد أن تملأ الأرض بالظلم والجور ليملأها بالقسط والعد ما علاقته بأن يتحدث بالطريقة الفلانية المعصوم آباؤه وأجداده وكلهم واحد في حديثه لكن هؤلاء حينما يتحدثون العلامة الفلانية العلامة الفلانية العلامة الفلانية إذا كان المقصود هو إثبات أن الإمام مطلع على المستقبل وبالنتيجة هو إمام معصوم لأنه العلم بالمستقبل ليس عملية سهلة وليست عملية مبنية على التخرصات أو على الاحتمالات أو على الظنون فإذا كان الأمر هو يثبت كون إمام لكن هل يا ترى أن هذا الإمام الذي أوكلت له هذه المهمة العظمى حينما نريد أن ننظر إليها من خلال مخرجاتها سننظر إليها بعنوانها قصة عظيمة جدا لكن هذه الأحداث التي تنتهي إلى هذه المخرجات لن تكون عملية اعتباطية أو جزافية أو سهلة يملأ الأرض قصطا وعدلا بعد أن ملئ الظلم وجوراء لك أن تخلي كل إمكانيات دول الاستكبار أمام عينك وتقول هاي شو رح تتغير هذه المخرجات اللي نتحدث عنها يا ترى هل أنها تأتي من فراغ؟ أم أنها تأتي بناء على مقدمات وهذه المقدمات تتحرك بطريقة موضوعية بحيث أن أليف تنتج باء وباء تنتج جيم وجيم تنتج بقية وهكذا بقية السلسلة والسؤال هنا إذا كان الأمر هذه الأحداث العظيمة التي تنتهي إلى مخرجات عظيمة هنا دور الإمام كهادي لأمته وكمسؤول عن هذه الأمة هل يبقى مكتوف الأيدي مكتوف التوجيه معطل التوجيه وما إلى ذلك ولا يبالي ما الذي سيزدر على هذه الأمة ما الذي سيجري على هذه الأمة أم لأنه يمثل دور الهادي من واجبه أن يقدم ما من شأنه أن تبقى الأمة في حالة الثبات وفي حالة رؤية الهدف الذي تسير إليه رؤية البوصلة عدم فقدان هذه البوصلة وتكون هذه الأمة مقادة من قبل إمام وإنغاب ولكن توجيهه حاضر وإرادته حاضرة وهداة أيضا حاضر إذا كان الأمر أن أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم لهم هذا الدور والله سبحانه وتعالى قال بأن دورهم هو هذا جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا بأي طريقة هو غائف بأي طريقة سيقدم هذا الهدى قدم لنا آليات مبكرة لكن هذه الآليات لوحدها من دون أن تربط ببقية المسارات كيف يمكن لنا أن نطمئن من أن هذه الآليات ستؤدي إلى النتيجة المطلوبة في هذا المجال بمعنى الإمام بأبي وأمي قال ارجعوا إلى رواة حديثنا متى قالها؟ قالها قبل 12 قرن على سبيل المثال قبل 12 قرن ما يمكن أن نشوف في ذاك الوقت أن شأن المرجعية شأن هذه الرواية تتحول إلى هذا الموج العظيم جدا في القرن الخامس عشر الهجري وتتحول المرجعية إلى مؤسسة هائلة جدا تحرك الأحداث وتؤثر تأثيرات استراتيجية قبرى في ذاك الوقت ما يمكن أن نرصد هذا الأمر لكن ماذا لو أننا اتجهنا خسلمنا الشيعة سلموا إلى هذا الأمر لكن لوحده التسليم قد لا ينفع قد لا يؤدي الغرض في هذا المجال ليش؟ الآن احنا تعرضنا إلى أزمة وأنتم مريتوا أعتقد الكل مر بطريقة أو بأخرى من يتعرض المجتمع إلى أزمات عادة الناس تباوع المرجعية شوك تتقرر شوك تطي توجيه ليش ما أنطت توجيه ليش ما قالت ليش ما عجت ما إلى ذلك كثير من هذه الأمور يصير بها كلام زائدنا وعبر المسار التاريخ لشيعة أهل البيت تعرضوا إلى أزمات هائلة جدا يعني أنتوا خلوا نفسكم في المجتمع الذي هيمن عليه الأيوبيين أو السلاجقة أو غير هؤلاء من الذين أبادوا أعداد كبرى من الشيعة من شيعة أهل البيت لا لذنب إلا لأنهم ينتمون إلى مذهب الإمام روحي وأرواح العالمين له الفدة انظروا إلى أنفسكم لو كنتم في عهد عدو الدين الأيوبي وهو يفري بدماء شيعة حلب حماء حمص ووصولا إلى ما فعلوه هؤلاء في مصر بحيث أن أنهر هذه المدن تتحول إلى دماء ليش الروح بعيد ما فعلوه في ما فعلوه قبل ذلك في زمن صدام وما إلى ذلك الناس ظلت تتحدث المرجعية وينها ليش ما تتحدث ليش ما تقول وتدرون قصص أن المراجع نائمين المراجع ما لهم دخل كثير من هذه القصص ممن يتلفظ بها السذج والجهل من الناس أو المستعجل اللي يريد الأمور قبل استواءها يريدها تكون مهيئة إلى وما إلى ذلك لكن لابد من وجودي بمصاف هذه الآليات السليمة التي وضعت لابد من وجودي أمر من شأنه أن يشحذ الصبر عند هؤلاء يشحذ الهمة يشحذ العازم يعطيهم أملاً بأن طريقهم لا زال إلى الأمام بأن طريقهم لا زال هناك بواب هم على موعد معها سوف تقدم لهم ما يتمنون وستعطيهم ما يرجون ولكن أن تقدم لهم أمراً شيء وأن يكونوا هم من صناع هذا الأمر شيء آخر قلنا أكثر من مرة بأن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم حينما لم يقوموا بالدور المهدوي أي بالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى فليس لعلة ترتبط بهم هم أئمة وبطبيعة الحال العمل بالتكاليف الإلهية من أولى أولوياتهم لكن حينما تنكل الأمة بهم تتوانى الأمة عن نصرتهم تغدر الأمة بهم ما الذي سيفعلونه سيفعلونه كما فعل الأنبياء من قبلهم كما فعل أوصياء من قبلهم في أنهم لا يجدون نصرة وبالنتيجة يكونون كما تعبير القرآن الكريم بئر معطلة وقصر مشيت بئر كله خير ولكن من لا يأخذ من هذا الخير لن يصل إلى الخير من لا يكون مؤهلا في أن ينتهد من هذا الخير لن يكون قادرا على أن يحس ببركاتي هذا الأمر وبثمرة هذا الأمر لذلك هنا قلنا أكثر من مرة بأن هذه العلامات اللم تفهم بعنوانها منظومة للإنذار منظومة للبشارة منظومة للتحريض منظومة للتحفيز منظومة لتوليد الأمل لن يستطيع الإنسان على أقل التقادير أن يفهم الغاية من قول الإمام أو من حديث الإمام بهذا الاتجاه أو بذات من هذه العلامات العلامات منظومة عمل وليست قصة تحكى عن مستقبل فقط بالنتيجة الإمام يثبت تثبت مصداقيته لا شك ولا ريب بعد ما تتحقق هذه الأحداث نقول الإمام بأبي وأمي قال بأن الأمر سيكون كذا وكذا وبالنتيجة يتحقق طبيعة يقيننا لكن ماذا لو أني أنا متيقن سلفا شون اللي رح يزيدني الآن أنتوا بالنسبة لكم شون اللي رح يزيدكم أن الإمام تحدث قبل 12 قرن بهذه العلامة أو بتلك العلامة وتحقق هذا الأمر يفترض إيماننا أقوى بكثير من أن ننتظر هذا الدليل أو هذا الدليل من البداية إحنا عارف به سواء تحدث الإمام أو لم يتحدث نحن نعلم بأن لديه العلم الإلهي الذي أتيح لعملية الهداية الربانية هو معدن العلم في زياراتنا إلى أئمتنا عادة ما تتكرر هذه العبارة وبالنتيجة سواء قال لنا ما يجري في المستقبل أو لم يقل لنا لن تهتز الصورة ولن نزداد يقينا بأن هذا الرجل هو إمام معصوم نص عليه من قبل الوحي الشريف نبويا كان أو إلهيا كان نص عليه بهذه الطريقة وبالنتيجة الله سبحانه وتعالى قال أن العلم الذي أخرجه لهذه الخليقة أودع عندما سماهم بالراسخين في العلم وهؤلاء الذين وصلوا إلى رسوخ العلم كان شرطه عليهم أن يتطهروا من أي دنس فتطهروا وكانت إرادتهم أن يطهروا أنفسهم من أي رجس ويبتعدون عن أي رجس ويتحول تتحول إرادتهم إلى عين إرادة الله إذا كان المعصوم بهذه الطريقة والله سبحانه وتعالى قال بأن هذا المعصوم ما دام أنه تطهار فإنه يصل إلى كل العلوم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون هؤلاء المطهرون وصلوا إلى هذا الكتاب المكنون وفيه غيب المستقبل وغيب الماضي فضلا عن واقع الحال فإذن لا يمكن لنا أن نرى هذه الجزئية ونخفل عن بقية الجزئيات فإذا قدر أن الأمر الإمامي أو الأمر المعصوم قدم لنا بعنوانه منظومة للأمل منظومة للبشارة منظومة أو بتعبير القرآن الكريم كلف المعصوم بأن يكون بشيرا ونذيرا هسا مع البشارة هناك تحريض هناك تحفيز هناك أمل ومع الإنذار هناك تحذير وهناك كثير من الأمور التي ينبه فيها الإمام ينبه من ومن أجل ماذا هنا اللي يفترض أن نبقى نتساءل ليش ينبهنا حتى ماذا يحصل من نقول أنه الإمام له هدف وهدفه الذي أعلنه فيما يتعلق بنا أنه يريد أن يخرج كل هذه البشرية من الظلم والجور إلى القسط والعادل إذن عمله معناه وقيادتنا إلى ذلك اليوم الذي يتم فيه القضاء على الاستكبار لكن هذا القضاء على الاستكبار بناء على سيرته وسيرة أجداده وسيرة الأنبياء من قبلهم كانت مبنية على أساس أن هذه الأمور تتحقق من خلال نسف الدماء من خلال الشهادة من خلال الجهاد من خلال الإنفاق أي من خلال مشاركة الأمة بعملية النصر وبعملية إيجاد وتحقيق هذه الأهداف الربانية وإلا الحسين صلى الله وسلامه عليه أما خرج قياما لأمر الله سبحانه وتعالى لا وخرج من أجل إقامة أمر الله جل وعلا لكن من الذي كبته من الذي قمعه من الذي حال دون ذلك الأمة التي خذلت لعدم وجود الناصر قتل الحسين ومنع أمر الله سبحانه وتعالى من أن يقوم بمعنى أن المهدوية كان مقيضا لها في أن تقوم في يوم كربلاء لكن خذلان الأمة هو الذي جعل هذا الأمر يؤت في ذلك الوقت قبل ذلك في الغدير والغدير مو المتصدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لإقامته كان المتصدي هو الرسول الأعظم نفسه لكن مع ذلك خذل بأبي وأمي غدر به ورأينا منطق كيف أن هذه الأمة لا تستحي ولا تخجل من أن يكون كبيرها يقول لنبيه حسبنا كتاب الله إن النبي قد غلب عليه الوجع أو إن النبي لا يهجر أي أمة تنكبت عن الطريق بحيث ترضى وتترضى على من يقول هذا القول ومع ذلك ترفع الراية عاليا وتقول بأن هؤلاء يدافعون عن سنة رسول الله عن أي سنة والرائد في هذا المجال يقول حسبنا كتاب الله لا نريد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان الأمر حصل مع رسول الله حصل مع أمير المؤمنين حصل مع البقية إذن قصة الإمام هل تكون استثناء بحيث لا يحتاج إلى الأمة لا تتربى لا تتعلم لا تتهيأ لا تعزز كرامتها لا تفتعد عن الذل لا على الطريقة المتعارفة الإمام صاحب معاجز هو يحرك إيدا بهاي الطريقة تتحرر الشرق يحرك إيدا بتلك الطريقة تتحرر الغرب وكان الله يحب المحسنين على شون مدوقين رؤوسكم في هذه القضايا لا هذا عدم إدراك وسذاجة وجهل بحقيقة دور الإمامة ودور الأمة التي تريد أن تنصر سيما أن كل النصوص التي وضعت للغيبة كانت تحتوي في متونها وفي مضمونها مسألة نصرة أئمة الأودة كلمة أحيو أمرنا أحيو أمرنا شنو مداليل العميقة أين تذهب وين تروح هل هو بمجرد أن أقول أبد والله ما ننسى حسين أنا نصرت الحسين وحققت النصرة المطلوبة الحسين لن ينتصر إلا بإقامة حق الله سبحانه وتعالى وإلا بالثأر لله جل وعلا نتيجة لمنع أمري قيام ولاية الله جل وعلا هذه كل العواطف مطلوبة أن نتحدث أن نبلغ أن نرشد كل مطلوب لكنه هذه خطوات على الطريق لا تعني أننا قطعنا كل الطريق ولذلك عودوا وتساءلوا إذا كان المخرج من كل قصة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن يحرر كل هذا العالم طيب هذا العالم بصواريخ نووية بدول كبرى باقتصاديات هائلة بمجون بعربدة بإلحاد بإنحلال بصورة مختلفة بإعلام لا يستحي ولا يخجل من أن يزيف أي حقيقة من أن يجذب في وضح النهار وفي رابعة النهار كيف ستتخلص من عنده الإمام بها طريقة ستتخلص من عنده إذا بطريقة المعجزة عليهم أنه مأخر نفسه كل هذه الفترة يقلع من الأول أصلاً لا يحتاج لا غيبة ولا معزمة وهذا الكلام يؤدي بإنه إلى أنه لماذا تصل للإمام الثاني عشر يصير بالإمام وإذا وصلنا إلى أمير المؤمن يقول ليش تبقى أمير المؤمن عد رسول الله رسول الله يحقق هذا الأمر وتنتهي القضية إذا وصلنا إلى رسول الله وعليما الله سبحانه وتعالى دازلنا أنبياء وكذا هو من الأول يخلقهم مهديين ويخلقهم بعيدين عن الضلال وتخلص المشكلة لكن ما دام القرار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم عند ذلك أعطيت لنا مهمة المشاركة في عملية التغيير أصبحنا نحن معنيون بعملية التغيير هذه عملية التغيير تارة نقول أكو نظام طاغي أكو نظام متسلط أكو نظام فاسد تخلينا نروح نجاهد ونكافح ونخلص من هذا النظام وأخرى أكو مهمة ربانية كبرى أخراج الناس من الظلمات والجور مو عملية سهلة وما متوقفهم إلا على شيء واحد كل هذه الأمور عادة ترتبط بأربعة عوامل العامل الأول صاحب المشروع القائد القائد بالهذا المشروع معصوم أي لا يطرأ عليه أي خطأ في التشخيص وفي الآمر وفي كل القضايا في تقدير الأمور في أي قرار هو معصوم إذن ما عندنا مشكلة مع القائد المشكلة الثانية أو المسألة الثانية لابد من وجود مشروع للتغيير مشروع اللي من خلاله يمكن أن يتحقق التغيير أيضاً المشروع مطروح بأبهى صوره اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته هذا المشروع الإلهي اللي طرح في زمن رسول الله وبقي غير قابل للتحقق ينتظر الإمام المنتظر بأبي وأمي أن يحققه يأس الذين كفروا لتعبر عننا الآية الكريمة تحقيقه وإخراج الناس من الظلم والجور تحقيق العمل الموضوع هو أن يتم إخراج الناس من الظلم والجور عند ذلك الذين كفروا لن يصلوا إلى حالة الأمل بخداع الناس أو الأمل بتحريف الدين وإخراج الناس من الهدى إلى الظلمات وتحقيق إكمال الدين وإتمام النعمة أن لا يكون ثمة عابد يعبد الله على خوف وعلى وجر والعبادة هنا ليس المقصود هو أن أدخل إلى المسجد وأصلي ليس المقصود في أن أؤدي الحق الشرعي بالقضية الفلانية أو بالقضية الفلانية العبادة بكل تفاصيلها وعندئذ المعنى بهذه القضية هو الإمام المعصوم لأنه هو العابد الأكمل وبالنتيجة الآن إليك أن تتصور هذا العابد الأكمل لو أنه قد ظهر والأمة غير مستعدة لإعزازه ولمنعته وليجاد الاقتدار الذي من شأنه أن يمنع الآخرين من الوصول إليه عند ذلك يقتلونه أم لا يقتلونه يدعونه يتعبد بعبادة الله التي يأمن فيها من أي مشرك أو من أي ظال قطعا لن يسمحوا له بذلك انظروا إلى هذه المعادلة وإن كان أشرت اليوم بطريفة في حديث الجمعة إلى بعض من هذه القضا أول أمس الإيرانيين أعلنوا عن صناعة صاروخ سوبرسونيك اللي هو سرعته بالغة عالية جدا في بعض ربما المعلومات إما 12 ماخ سرعته أو 16 ماخ الماخ هو سرعة الصوت يعني أضعاف سرعة الصوت 12 مرة ضعف سرعة الصوت فس قلنا كل الدول تصنع صواريو تصنع السليح مفت قضية بس أن يقرن هذا الأمر بفترة إسرائيل تعربد يوميا بأنها في صدد الاعتداء على الجمهورية الإسلامية وماك يوم ما يطلع راح ننثد جاي نسوي خطة راح نفعل كذا راح نفعل كذا إلى آخره لكن بالمقابل هذا الصاروخ كتبه وعليه الإيرانيين أنه المسافة بينه وبين تل أبيب أربعمائة ثانية سبع دقائق إلا هذا اللي كان عربي يقول أنا راح أهاجم وراح أضرب وراح أحجم وما إلى ذلك من يقرأ هذا الخبر إيش قد يتردد إيش قد تحجم إرادته مو محب هو من أشد الناس عداوة بتعريف الله سبحانه وتعالى وهو مهنته أن يصنع الحروب لكن القدر المتيقن أن وجود مثل هذه القدرة مثل هذه المكنة سيجعله يتردد عشرات المرات قبل أن يتهور فما بالك إذا بدل الصاروخ صاروخين بدال الثنين عشرة بدال العشرة مية راح يصير منعة حتى من شدة الغضب سنونة سر لا سيستطيع يفعل لماذا؟ لأنه لا يصل إلى هدفه الذي مطالب الأمة أن تضع الإمام بأبي وأمي في دائرة المنعة هذه بحيث لن يصل إليه أي خطر حتى يتم تنفيذ المشروع الذي أنيط به وبالنتيجة هنا الأمة حينما تصل إلى حالة المنعة حالة العزة وهذه صناعة عهد الغيبة ليست صناعة عصر الظهور عصر الظهور مخرجات الغيبة ستخرج ستنتهي محصلة الغيبة والنتيجة المرجوة من الغيبة ستظهر في عصر الظهور الأمة التي ستنصر الإمام لن تكون وليدة تلك اللحظة وإنما هي وليدة هذه الأجيال التي ضحّت عانت ابتليت غربلت محصت زلزلت واضطربت بها الأوضاع بشكل هائل جدا لكن بقية الفتن بقية التمحيص بقي من هؤلاء من قادر على أن يصبر ويصابر ويرابط ويتق الله أيضاً عندئذ يتحقق الوعد الرباني لعلكم تفلحون الفرج منوت بهذه القضايا فإذا كان القائد حاضر والمشروع حاضر بقيت الأمة التي من شأنها أن تنصر وتقيد الظالم أي أمة تتجه باتجاه هذا المعنى عندئذ الظلم مهما كان فادحاً وكبيراً سوف يتقلص بالتدريج خاصة مع شيعة أهل البيت بالخصوص مع شيعة أهل البيت شيعة أهل البيت شنه هذا السر اللي خلوهم عمر ابن سعد لعنة الله عليه في عصر كربلاء ينادي لا تدعوا أحداً من رجالهم صغيراً أو كبيراً والثاني صيح اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية والأمويين العباسين كانوا مجتهدين في تحقيق هذا الأمر لكن الشر تحول التشيع إلى كل هذا العالم الذي يثار رعبه عند الآخر أمريكا اليوم تولول اليوم دول الإيرانيين فعلوا كذا سووا أنطوا للروس طائرات جاي الروس يصنعون الطائرات المسيرة وجاي يضربون الروس وجاي يمكنوهم شيعة الحسين أصبحوا يطون إلى روسيا طائرات هذا شنه هذا قدرة هذا مكنة هذا عزة طبعاً اللي ينطي إلى روسيا بأي طريقة كانت لنفسه إشقد لمحيطة للأمة اللي هو معني بيها بحمايتها شلون رح تصير قدرتها شلون رح يصير رح تتحقق القدرة ورح تتحقق المنعة الأمة التي لديها اقتدار والتي لديها منعة هي الأمة التي استهدفتها الغيبة كل ميران الغيبة كل تمرينات الغيبة تمرينات التنحيصات الابتلاءات الامتحانات كل هذه المفردات اللي يشار إلها من أجل أن تصل الأمة إلى هذا المستوى من أجل أن تهيئ نفسها لمعركة بحجم إخراج العالم من الظلم والجور وعليه وعليه إذا كانت المهمة بهذه العظمة هل سيعطينا المعصوم منظومة لإثارة الأمل ولإشعارنا بأننا لازلنا على الطريق أو لا لا شك ولا ريب أن من مهمته أن يفعل ذلك المشكلة عندنا إحنا في تعاملنا مع هذه المنظومة في الكثير من الأحيان كنا نعاني من حالة كسل فكري الروايات فيها مغازي عميقة جدا لكن إحنا بطبيعتنا ننظر إلى الروايات ببساطة روح إلى لسان العرب روح إلى قاموس المحيط روح إلى أي كتاب يترجم الألفاظ اللغوية وبالنتيجة وحدة زائد وحدة تصير اثنين وتنتهي القصة ابتهمت الرواية لكن شوف الرواية مثلا على سبيل المثال الآن الرسول الأعظم صلى الله وسلم عليه في حديثه لسلمان المحمدي يمكن الأخوان أن يراجعون هي الرواية أيضا أهل السنة أيضا يرون قسم من عندها بطريقة أو بأخرى لكن نفس الرواية الرسول يحدث سلمان ويقول له بطبيعة ما سيجري في المستقبل من جملة الذي يقوله بأنه سيأتي زمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وما إلى ذلك منه هذا الخبار هذا الخبار في ذلك الزمن يمكن أن تقول أكو أمثلة لأناس شادين لنساء شادات وبالنتيجة يتحقق هذا الأمر لكن من أنظر إلى هذه الرواية وأقارنها بالحملة الغربية التي تعتمل في كل أمريكا خلال هذه الفترة من أجل إباحة ومعاقبة من يقف ضد هذه الإباحة إباحة اللواط وإباحة الشذوذ الجنسي حتى أصبح الأطفال اللي كلها الفترة الغربيين ينوحون شلون يحاكم الطفل الأطفال دخلوهم إلى السجن بسبب ماذا بسبب عبارة بسيطة هذه العبارة تؤكدها المادة الأولى في الدستور الأمريكي أن الإنسان عند حرية التعبير عظيم الآن أي طفل عمره خمس سنين ست سنين نتحدث بهذه القضية المجتمع ذكر وأنثى يفصل من المدرسة تستدعى عائلته تحاسب يحقق وياها إذا أصر إذا أصر تعاقب العائلة وإذا كان عمره فوق 12 سنة يعتقل في كندا أكثر من حادثة صارت والغريب أنه هذه الحوادث في مدارس معلقة ياطة كبيرة جدا بأنها تنتسب إلى الدين المسيح الكاثوليك في كندا في أمريكا في بريطانيا خلال هذه الأيام الأيام اللي يسموها فخر المثليين وأنا أشرت أكثر من مرة وهذه أتمنى على أخواننا أن لا يقعوا في هذا الفقر كلمة مجتمع ميم وكلمة المثليين وما إلى ذلك كلمة مخادعة لكي لا يستفز المجتمع من تقول لواط غير ما تقول مثلي مثلي خفيفة الوضع على النفس يمكن الإنسان أن يطبع وياها لكن من تقول لواط تقول سحاق النفس تشمئز مباشرة ويحكم على من يمارس هذه المهمة يحكم عليه بالإدانة الاجتماعية الآن موقفين العالم رئيس أوغندا صدر قانون أمريكا تريد صدر عقوبات على أوغندا بسبب هذا القانون هذا القانون يقول ممنوع اللواط وممنوع السحاق ممنوع التحول الجنسي نحن يحكون يشنعون لماذا المسلمين يجيزون الزواج من البنت الصغيرة باعتبار سنقول البنت إذا كلفت أصبحت قابلة للزواج بغض النظر أنه يمكن أن يدخل بها أو لا يدخل بها قضايا بيولوجية خاصة بكل جسم بعض النساء تبلغ بشكل سريع بعضهم لا تحتاج إلى مدة ما لها علاقة بالإباحة وما إلى ذلك لكن ما يحكون عن هذا الأمر ما معنى الآن إذا طفل عمره ست سنين ما يخلو يستأذن من العائلة وإنما تعال أنت تريد تتحول إلى بنت وللبنت يقولوا أنت تتحولين إلى ذكر تعال وقعي يحملوها مسؤولية ويخلوها صاحبة مسؤولية وإلك أن تعرف طفل عمره ست سنين شي يقدر يقرر واليوم كنت أقرأ بأخبار هذه الحملات وأنا أدعوكم إلى أن تابعون هذه القضايا يعني لا تتوانون من معرفة ما يجري في تلك البلدان الغرض اليوم منعوا السؤال الطبيعي الموجود في كل هذه الفترة تقدرون تتقدم عادة أن يكتبون ذكر له أنثى هذا بعد شالو بعد ممنوع أي واحد يكتب ذكر له أنثى متحول جنسي أكثر من ذلك وصل بهم الأمر إلى أنه الرجال بعنوان هم متحولين جنسيين يقدرون يطبون إلى حمامات النساء أو إلى أتوالاتات النساء والعكس أيضا صحيح في هذا المجال وصل الحالة إلى أن تكون حملة عالمية في هذا الأمر لذلك من أقرى حديث الرسول صلى الله وسلامه عليه شي يقول لي عن الحالات الشاذة لو يقول لي عن أنه المجتمع سيقاد من قبل جهة كبرى من أجل إقرار هذا الشيء سيكتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء أو أن المعروف سيكون منكرا والمنكر سيكون معروفا الذي يأمر بالمعروف سوف يدان والذي سيعمل بالمنكر سوف يستحسن عمله وما إلى ذلك هذه الأمور قالها الرسول الأعظم وبدأنا وبدأنا نراها هسا مهمتنا أن ننتبه ترى المجتمع متجه بهذه الطريقة علينا أن نحصن أولادنا نحصن بناتنا نحصن عوائلنا وما إلى ذلك ويا ما تحدثنا والعوائل بدأت تكتشف للأسف الشديد بشكل متأخر جدا أن نفس برامج الأطفال تقدم الإنحرافات الجنسية والتطبيع من الإنحرافات الجنسية بطريقة أو بأخرى تقدم البذاء تقدم الإلحاد تقدم كل هذه الصور بطريقة أو بأخرى الطفل من يتعلم وهو صغير لا تستغرب أن يكون عنده الأمر عاد ولا تستغرب باتر أن يقبل بهذه الأمور المكافحة من البداية كانت هي المطلوبة ولازلنا نطالب ولازلنا نطالب أيضا بأن نتجه إلى هذا النمط الغرض هنا من أجي أنا أقرأ هذه الرواية وأقول سعادة تتكرر في كل زمن معناها جاي أنظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بطريقة ساذجة بطريقة جاهلة بمهام الرسول الذي هو مبشر ومنذر في حديث أنا أنا كن ما أنس صاحب الحديث عنده هدف لو ما عنده هدف إذا عنده هدف كن أخلي قدام عيني قبل ما أبدي أفسر كلامه وأحاول أن أعرف هذا الكلام هنا اليوم وصلتني رسالة أو اليوم اطلعت عليها أحدهم يقول لي أنت صار لك عشر سنين تصيح بنا راح تصير حرب أوروبا وكذا وإحنا مرتب كين كلش لا الحرب صارت ولا هس اللي لحد الآن ما شايف الحرب هذه مشكلة لكن إحنا مو مهمتنا أن نجي نضع العلاجات هذه حرب أنشأها الاستكبار مهمتنا أن ننذر أن نحذر يا با ترى راح يصير هذا الخطر إشلون تأمن نفسك من الخطر هذه مشكلتك أنت هذه مسؤوليتك أنت مو سأش وقت يصير لحد الآن اللي ما شاف أكو حرب جاي تجري بشكل طاحن وجاي تتقدم يوميا حقيقة عليه أن ينعى على عقله وعلى بصيرته وعلى وعيه ويقول هذه قصة في عالم آخر بينما كل هالفترة أمريكا تشحذ بأوروبا تعالوا أنطلوا الأوكرانيين قدموا للأوكرانيين يجب أن ننصرهم يجب أن ندافع وصاح وترى الأوكرانيين عدهم هجوم مضاد ورح يدحرون روسيا وأوروبا رح تعيش رغد وتعالوا طائراتكم دباباتكم أموالكم الطهمية صار الهجوم المضاد وإذا به تمخض الجبل فولد فأرا واليوم أمريكا تقول إعلامها يقول أنه محرجين جدا بسبب هذا القضايا عليهم المحرجين هو هذا النظام يؤدي إلى كل هذه التداعيات في كل العالم يجب أن يحكون عن الأديان وتسببها بالحروب وما إلى ذلك هذه الحضارة التي يسمونها حضارة الرقي والتقدم وما إلى ذلك قدمت أبشع الجرائم العالمية عبر التأريخ كله حرب عالمية أولى من بعد حرب نابليون الطاحنة جدا وبعد حروب نابليون معذرة ثم حرب عالمية أولى ثم حرب عالمية ثانية ثم تفجيرات هيروشيما ونكزاكي بعد ذلك دخل فيتنام ودخل كوبا ودخل كوريا ودخل كل هذه البلدان وصولا إلى العراق وما عملوا في العراق والآن ما يجري من طاحونة هائلة جدا للقتل والتدمير وطبول العالم الاستكباري تقرع يوميا وبوتيرة متصاعدة مع الصين مع كوريا مع إيران مع روسيا وحالة التأليب والأحقاد وما إلى ذلك هذا كل شو رح يؤدي شنو اللي رح يصير يصير المخرج الأساسي اللي احنا ننتظره وهو أن العالم سينتشر فيه الظلم والجور وتتصاعد الأصوات ضد هذا العالم الناس الآن ما له ما كو شعب يقبل بأن يمضي في الحرب ويقدم روحه من أجل بعض سياسيين بالنتيجة الشيء اللي احنا نسميه دولة هو بالنتيجة هو بضعة رجال يديرون هذه الدولة هم اللي قررون قرار الحرب حتى تعال يا شعب قدم المئة ألف وقدم المئتين ألف وقدم المليون وقدم المليونين قرب إلى نزوات هؤلاء شفنا في الحرب المجنونة لصدام شنو صار بجيشنا سواء مع إيران أو مع الكويت وبالأخير يا با عذرونا ترى ما شننا ما شننا الصور هذه لما ترى السعودية لحت علينا ترى الكويت غرتنا ترى الإمارات فعلت ترى أمريكا كذا اللي يرجع إلى رسائل المجرم صدام إلى المرحوم الشيخ رفسنجان يعرف طبيعة هذه المطحن اللي سووها قرابة المليونين ما بين من قتل وفجعت عائلته ما بين من أصيب بأعضائه وبأطرافه ما بين آلام هائلة بالأخير يا با عذرونا ترى ما شننا نتر ثماني سنين حرب بالأخير عذرونا أو اللي صاروا يالكويت وما إلى بالأخير هم قعدوا أذلاء ووقعوا على السك إلى الكويت في أن يدفعون إلها كل الأضرار والكويت كانت كل ما تراهير بدا للواحد خلت عشر وبالنتيجة دفعونا إلى قبل سنتين يمكن انتهى العراق من تزديد كل ديونة وصفقت الناس الحمد لله قلطنا من الدين من يجى هذا يجى نتيجة نزوة هاي الدول الآن اللي جاي تتقاتل فيما بيناتها أيضا نفس التساؤلات ترى موجودة شعوب هي نفس الشعوب تريد تخلص بأي طريقة كانت لكن مع ذلك أكو إجبار في أن تتقح من الناس بطريقة أو بأخرى بخداع وبغيره بارتزاق أو ما شاكل بالنتيجة يحاصرون الشباب ما كو فرصة عمل إلا تروح إلى أن تكون مقاتل في الجيش الفلاني أو في الموضوع الكلاني أو ما إلى ذلك هذا الشيء اللي جا يجري فيه الغرب وجا يجري فيه أماكن متعددة أي ما يكون أنا الذي أريد أن أنتهي إليه أخواني الأعزاء ما سبق إلى أن أكدت العلامات منظومة للعمل وليست مجرد منظومة للإطلاع على المستقبل والتفكه بأحاديث المستقبل هذا أمر أول الأمر الثاني هذه العلامات المتحدث عنها هو المعصوم وبالنتيجة يجب أن تفهم بناء على مهمات المعصوم وأهدافه هاي اثنين الثالث هذه العلامات قيلت بلغة ملغزة بلغة مشفرة لن يهتدي إليها الإنسان بسهولة إلا بعد تفكيك العقد والألغاز الموجودة في داخل هذه الأمر الأمر الرابع هو أن هذه العلامات موصولة ببعضها موصولة بحيث اللي ما يصل هذه القطعة مع تلك القطعة لن يرى الصورة تذكرون أنا ضار بمثال بلعبة الصور المبعثرة لشماء بازل هذه اللعبة مرات تتنظر إلى الصورة إلى القطعة المبعثرة بس ما تدر وين تخليها لذلك يمكن بشكل سريع شو تقول ما لها قيمة هذه بينما هي وجودها أساسي من دون أن تضعها في مكانها المناسب لن تستطيع أن ترى الصورة العلامات هي بالضبط هذه القضية لأنه لدينا من جملة الروايات أن الرسول يتحدث بقضية يتمها أمير المؤمنين ويكملها الإمام الباقر ويفصلها الإمام الصادق وتمر عبر سلسلة أئمة كل واحد ينطي حسب الظرف يطم قدار من هذه القضية أنا إذا أقراها عند المعصوم الأول ما أقراها عند المعصوم الثاني شنو اللي راح يصير عدي ما راح أقدر أفتهمها نعم اللي فكتشر بالمنطق المنضوعي واللي يقول لكل هذه الحوادث مقدمات ونتائج بذاك الوقت أنا لما يقال إلي أن السفياني سيكون في الطريقة الفلانية أنا علي أن أسأل ما هي الظروف التي ستوجد السفياني ما هي الظروف التي ستؤدي إلى أن يتمكن من الاقتحام ما هي الظروف التي ستؤدي إلى هزيمته راح هنا شيء سيصير عدي راح أشوف فتنة الشام اللي هي قبل السفياني كيف ستكون هذه اللي اللي راح تنتج السفياني هي فتنة الشام وفتنة الشام بعد ذلك السفياني سيأتي مقاتلا إذن العراق كيف يمكن أن يقتحم بهذه الطريقة بعد ذلك سيخرج هاربا إذن من هو هذا اليماني من هو هذا الخراساني الذين سيخرجونه وسوف ينتقمون منه شر انتقام هذه كلها شفتوا كلها موصولة ببعضها من تقول خراساني عليك أن تسأل من الذي أوجد الخراساني ما هي امتيازات الخراساني ما هي طبيعة الخراساني كيف وصل إلى هذه القوة بحيث يتحول إلى قوة إقليميها إلى جدا بحيث يتحكم بمقدرات الأمور من هو هذا اليماني الذي يصل الأمور به إلى أن يكون أهدى الرايات من دون أن نربط هذه القضايا بالواقع الاجتماعي وبطبيعة حركات حراك الواقع الاجتماعي لن نستطيع أن نصل إلى الأمور هذه العلامات هذه الروايات تتحدث عن أحداث والأحداث بطبيعتها تؤثر وتنتجها عوامل متعددة ماكو حدث ينتج من عام الواحد ماكو هذا يعني حدث إذا احنا أكثر من مرة ذكرنا أنه الحرب العالمية الأولى نجمت نتيجة لاغتيال رجل صربي لمستشار النمسا انجرت أوروبا كلها من بعد بس هذا الحدث هل هو الحدث الأساس له عود الثقاب لبرميل المتفجرات اللي كان موجود سلفا الأوضاع الاقتصادية الأوضاع السياسية الأوضاع الأمنية كانت مهيئة تماما بحيث لما جاء هذا الصربي ما كانت مهمة مهمة إلا إشعال برميل المتفجرات اللي الأوضاع الاقتصادية الأمنية السياسية أوجزت مثل هذا العامل هذه الآن الأوضاعها من نفس الشيء أوضاعنا اليوم لم تأتي من فراغ ولن تنتهي إلى فراغ هذه كلها لها نتائج وكلها لها معطيات علينا أن ننظر إلى الأمور اللي يريد يدرس القضايا بطريقة علمية أمام واحدة من طريقتين إما أن يهتم بجمع التفاصيل من أجل معرفة الصورة الكلية من خلال أنه نحن نوصل إلى أن الإنسان حيوان ناطق حتى نوصل يرادل أن نشوف عشرات الناس الذين يتكلمون ولديهم حياة عند ذلك نوصل إلى قاعدة اسمها الإنسان حيوان ناطق أو أن العالم لديه علم كن نشوف عشرات العلماء ونطلع على علم عندهم عند ذلك نقول العالم استنتجنا من التفاصيل استنتجنا قاعدة أن العالم لديه علم هذا الأمر إما نتجه إلى وبالنتيجة هذه العلامات بمئات الروايات نجي ناخد تفاصيل نجمعها بالطريقة التي أشرت لها نضعها ضمن الخريطة المكفلة بها وبعد ذلك نستخلص القاعدة التي تنتجها هذه القضاء أو لا نذهب إلى القواعد ونستخرج منها التفاصيل يعني من القاعدة التي يشير إلىها الإمام بأن الإمام المنتظر بأبي وأمي هو الذي سيخرج الناس من الظلم والجور عندئذ ما يحتاج إلى أن أعرف تفاصيل الظلم والجور قيل إلي الظلم والجور إذن كل القضايا متاحة التي تدخل ضمن تفاصيل الظلم والجور كلها تصير مشاعر وصير طبيعية جدا وحينما يريد أن يخرج الناس إلى القصط والعدل علي أن أروح أسأل بها طريقة ينتج القصط والعدل عجي القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كلمة الفلاح هي المعادل الموضوع لمسألة الفرج بل هي الفرج نفس أن تكون مفلحا في الواقع الاجتماعي أن يكون الفرج متحققا لديك يبقى هنا كلام في الخاتمة يا أخوان الإمام صلوات الله وسلامه عليه اللي إحنا نتعامل ونتعاطى باسمه بأبي وأمه تدرون تعريف الرسول الأعظم إلى شنو أخو تعريف أنت تعرفوه مو مو جديد عليكم لكن شوية تأملوا المهدي طاووس أهل الجنة أن يكون طاووس أهل الجنة كلمة مرت علينا قطعا كلكم قارئين هذه الرواية لكن أهل الجنة إذا ما نفحصهم منه من يقدر نشوف هذا الطاووس من طبيعته منه اللي موجود بالجنة يا جمال اللي موجود بالجنة بحيث يقال أجمل من في الجنة هو هذا الرجل عن يا جمال يتحدث يتحدث عن جمال الوجه عن جمال الشكل لو يتحدث عن جمال المعنى عن عظمة المقام الجنة بيها مثل إبراهيم مثل نوح مثل موسى مثل عيسى مثل بقية الأئمة صلى الله عليه وسلم عليه بيها عظماء أحباء الله جل وعلا وهنا يقال لي بأن المهدي هو طاووس أولا على مستوى فضيلة الإمام ما يمكن لهذه الكلمة أن نسبر أغوارها لكن إحنا اللي جاي نتعامل بهذه القضية نحن نتعامل مع من وصف بهذا الوصف لذلك بيها طريقة تتعاملون مع هذا الجمال العظيم اللي يشير إلى الرسول الأعظم هذه الرواية أيضا يرويها أهل السنة بنفس الوقت أتحدث عن قصة صارت ويايا القصة بسيطة في المعنى لكن في الجوهر مهمة للغاية في سنة تسعة وثمانين كلفت بمهمة خاصة بالمعارضة ذهبت إلى عدة دول من جملة الدول السويد وكان عندي موعد في وزارة الخارجية السويدية وذاك الوقت أوروبا مغلق الباب علينا يعني على مستوى الاتصالات الدبلوانسية ممنوع أصلاً شيء اسمه معارضة عدهم كفر رحت إلى وزارة الخارجية واللقاء كان أظنه لقاء مع معاون وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط نزلت اللي كانت واقفة تنتظرني امرأة مسؤولة تشريفات وزارة الخارجية أو شيء منها القبيل هذا مدت إيدها بشكل طبيعي فوجئت أنه أنا قليت إيدي على صدري يعني لكم أن تصورون حالة الغضب بعد ذاك الوقت بعد ما يعرفون ذولة شنو من جاية مسكينة وجهها أحمر خجلته هواية بس غضبها أيضاً كان كل شباد إحنا وصعدين بالمصعد قلت لها لا بد عندك مجوهرات قلت لي قلت لها قطعان هاي المجوهرات اللي عندك خليتها بقاصة خليتها بخزانة قافلة عليها جوز خليتها بالبنك قلت لي طبيعي قلت لها ليش مسألة طبيعية تسرق قلت لها كذلك إحنا المرأة عندنا جوهرة هذه الجوهرة ما نسمح لكل واحد يمد إيدة عليها بس لصاحب الجوهرة إلى الحق في أن يمد إيدة إلها طبعاً هي ارتاحة بشكل كبير جداً عرفت المغزر شنو لكن إحنا جوهرتنا هائلة جداً من نتعلم نتحدث بإسمه بأبي وأمي أمره عظيم بعظمة أن يكون طاووس أهل الجنة بعظمة خاتم الأوصياء لذلك هنا أنا أحمل نفسي أولاً وأحمل أخواني مسؤولية التعاطي مع شأن رجل انتظره الأنبياء كل الأنبياء بما فيه من الرسول الأعظم يبشر به ودفع الأئمة أثماناً باهظة من أجل الوصول إلى أن يخرج مشروعهم على يديه بيا طريقة رح نتعامل مع قضية شرفنا بأن نحمل بعض رايات شرفنا بأن نكون من الذين يلهجون بذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه طبعاً إحنا قاصرين وقطعاً إحنا هم مقصرين ما يمكن أن نصل إلى هذه العظمة لكن القدر المتيقن ما دام أنكم شرفتم بهذا الأمر بمعزل عن أنه هذا الشرف أنتم رحتوا له لهو إجاكم وأنا عندي يقين وأتحدث عن تجربة أن هذه القضايا قضايا أهل البيت لن يؤديها أي إنسان يؤديها من ينتبونه هم من يريدونه هم إلى أن يكون في هذا المجال أنتم لكم هذه الكرامة إجقد يراد لها شكر هذه القضية إجقد يراد لها الشعور بالامتنان بهذه النعمة المعظمة والشكر هو بأداء المطلوب تجاه شيعة الإمام تجاه الوعد الذي قطعه على نفسه في أن يخرج الناس من الظلمات والجور قطعا إحنا يجب أن نكون عوامل المساعدة بأي طريقة كانت بأي سبيل كانت صغر أم كبر لا شك أنه مسؤولياتنا مختلفة أنا مسؤوليتي غير مسؤوليتك أنت كل واحد حسب مقامه حسب قدرته حسب إمكاناته هو مسؤول بهذا الحجم لكن مع كل ذلك أن نشارك صغارا أو نشارك كبارا يسجل على سجلنا مناصرون إلى إمام زمانه هذه النعمة الكبرى يجب أن نحتفظ بها وإلا ترى أكو كان قبلنا وحاولوا جاهدوا لكن لما شافوا أنهم ما يقدرون تم طرده يستبدل بكم غيركم ثم لا يكون أمثالكم أجارنا الله وإياكم من سوء المنقلب والحمد لله أولا وآخرة وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا اللهم صلي على محمد وآل محمد